اشتركوا في القناة بلاغ لوزارة القصور الملكية وتشريفة والأوسمة ذكر أنه واعتباراً لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية سيوجه جلالته خطاب الافتتاح من القصر الملكي العامر وسيتم نقله داخل قبة البرلمان ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفز ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم الجمعة وأضاف البلاغ أنه وفي هذا السياق أعطى جلالة الملك حفظه الله توجيهاته السامية قصد ضمان سلامة البرلمانيين لا سيما من خلال الالتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا فلاشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا جم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر